اشتركوا في القناة 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 نتغير كل حاجة في حياتنا بعد كده تتغير فأنا عمل بس الكتاب عدوة عن أربع فصول كده صغير أول فصل من الفصول هو بنقول في البداية البداية يعني استعداد للرحلة سمعنا كلام كتير عن التغيير وفيه مسميات عن التغيير وتعريفات احنا عايزين نعرف ايه التعريف بتاعت التغيير والتعليمات بتاعت الرحلة بتاعتنا فيه شوية تعليمات كده في الكتاب بتساعدنا على التغيير وبعد كده بننطلق بقى في الرحلة البسيطة بتاعتنا دي وبندخل على التاني هي الطرق فيه طريقين احنا بنمشيهم في التغيير يمكن الناس مفكراً ان التغيير هو مسار واحد انا بتغير فممشي في المسار ده فاتغير فنقبني حاجات في الطريق ازاي اتعامل معاها وبعد كده ازاي بقى اخد المسندة والتشجيع منين وازاي وايه طريقته علشان اكمل رحلات دي وفي الاخر بنوصل في الفصل الرابع ان احنا هل احنا في التغيير بنوصل ولا بنسبت ولا بنتغير يوماتي ولا التغيير ده عملية مستمرة هنعرف كل ده مع الكتاب بتاعنا في البداية كده احنا بنحب نعرف التغيير ويمكن من تعريفات اللي هي الجميلة قوي في التغيير يقوله التغيير هو القانون الحياة واهؤلاء الذين لا ينظرون الا الى الماضي او الحاضر من المؤكد انهم سيخسرون المستقبل ساعات بقعدة بص على اللي فات وان انا يا رب ساعات لما بحدت في الطريق الروحي البقع وكده اصلا انا يا رب مش عارف اقوم اصلا انا يا رب مش عارف اتجدد وتغير وكده فدي بتبقى قلة ايمان مني وقلة ثقة في ربنا ان هو يقدر يغيرني فمن اجمل الحقيقة التغييرات التعبير يعني يقوله التغيير هو قانون الحياة من ضمن قانون الحياة التغيير ويمكن كده كان فيه جملة رائعة يقول السابت الوحيد في الحياة هو التغيير احنا في تغيير مستمر في تغيير على طول حتى فصول السنة عندنا اربع فصول مفيش فصل بيقعد معنا السنة كلها ويقول كده فيه فرق بين التغيير والتغير التغير يعني ايه التغير؟ التغير ده هو النمو والتطور الكسري يعني الكسري هو حاجة مش ملناش يد فيها زي مثلا الأشجار بتطلع الفصول الأربعة بنمر بيها محدش بيقدر يغير الفصول محدش بيقدر يقول للزرع ده ما تطلعش وتنموش هو بينمي أنا بس برويه هو بيطلع لوحده مليش دور قوي فيه بس التغيير لأ التغيير محتاج مني إرادة أنا اللي بكرر ده وأنا اللي بختار لنفس التغيير فنفرق بين التغير حاجات اللي هي ملناش يد فيها ودي مشى بالقوانين ربنا حاطتها واضحها في الأرض والتغيير اللي أنا نفسي أو الرحلة بتاعتي في التغيير محتاجة مني أنني يكون عندي إرادة وأن أنا بقى عايزة تغير كتير الناس بتبقى عايزة تتغير بس تيجي وقت التغيير ويقول لك لأ أصلا أنا عايزة الطريقة اللي في دماغي هي تغيرني طبعا أنا معلش حد يجي يوجهني أو حد يجي يكلمني في الخدمة أو حاجة أو حاجة في الشغل أو في العمل أو في ضمن الأصدقاء ويقول لك لأ معلش لو ما جاتش زي اللي في دماغي يبقى كده أنا ما تغيرتش ومع أن التغيير ده بيحصل وإحنا مش بنحس بي يعني يمكن ربنا خلينا نقابل الناس نخلينا ندخل خدمة جديدة نخلينا نقابل نسافر في مناطق معينة ناخد كورسات معينة هو بيشكل ودايما طول الوقت عمال يشكل فينا في أجزاء إحنا مش ملاحظين نفسنا فيها ودايما ما نيجي نسأل الناس يقول لك أصلهم اللي عايزين يتغيروا أنا كده تمام وأنا صح ومش عايز تغير بس هم كل الناس اللي حولي هم اللي عايزين يتغيروا هم اللي فيهم العيب وفي الآخر آه طبعا يا بونا طبعا الرسالة طبعا بتبقى إيه أنا شايفها لغيري ومش بوصص على نفسي وعلشان كده دايما دايما أي حاجة بتحصل في حياتي بص جواك أنت الحتة اللي ربنا عايز يغيرها فيك ويمكن من الأمثلة اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي اللي هو الكورونا يعني الكورونا دي رسالة اللي موجهة لمين للناس ولا لي أنا شخصيا فننتقل رسالة اللي ربنا عايز يوصلها لي في مشوار التغيير بتاعي فطيب هو التغيير دايما عن إيه في الرحلة بتاعتنا هو نظرة جديدة للأمور إزاي بقى يعني يعني أشيل كل الفكر القديم بتاعي عن التغيير وبص نظرة جديدة الحياتي ونظرة جديدة للي بيحصل في الحياة عموما يعني فهل أنا شايف نفسي إنسان زو كيمة يعني كيمتي اللي ربنا حطها في دي مع الأحداث ومع الحاجات اللي بتمر بيها كلها هل أنا بقيت كيمتي بخدها من الناس ولا بخدها من ربنا اللي خلقني دي أول حاجة في التغيير بتاعي لازم بتبص النفسك يقوله كده في جملة بتقول أنت كما ترى نفسك هل بترى نفسك بعيون الآخرين وتبص النفسك بعيون ربنا اللي خلقك المسيح أنت بالبصص في أنه اتجاه أنه نظرة فعشان تغير نفسك لازم الأول تعيد أو تبص نظرتك للأحداث والنفسك شايفة بأنه نظرة نمرة اتنين في التغيير يقول كده إن التغيير يعتمد عليك أنت نمرة واحد التغيير بيعتمد عليها مش بيعتمد على الآخرين ولا الظروف ولا الأحداث ولا الناس هي الملزمة إنها تغير من اللي هيتغير أنا اللي هيتغير فالواحد التغيير يعتمد عليك أنت نمرة اتنين التغيير لا يحدث فجأة يعني ربنا حتى ما بيغير إنسان ويمكن شوفنا في قصص كتير جدا من قصص الكدسين موسى الأسود بوليس الرسول ما غيرش التغييرات الفجائية دي أو إن إحنا بنحس إن إحنا عايزين نتغير خلاص أنا بكرة الصبح أم اتغيرت فربنا بيشتغل بصبر قوي وبحكمة جدا وبيفضل معي في مشوار طويل بحيث إن هو عارف كل أفكاري وكل مشاعري وكل واحد فينا لرحلة تغيير خاصة مع ربنا كلنا مش شابه بعض فما بصش لحد تاني وقول لا أنا شابه فلان أصلا أنا ناحية التغييري لازم ربنا مع فلان الحاجة الفلانية فلازم يبقى أنا يشغل معي بنفس الطريقة لا ربنا بيشتغلش طريقة واحدة مع الناس كلها وما بيشتغلش فجائيا يعني حتى التغييرات اللي بتحصل فجائية مع الوقت بتروح يعني الناس بتبقى أنا تغيرت وأنا دلوقتي أحسن وأنا دلوقتي أفضل وبعد كده مع الوقت تحس إن كل التغييرات اللي حصلت في حياته رجعت تاني ودي بنجربها دايما في حياتنا مع مثلا الخطيئة ميجا توب مثلا أبقى عندي حماس قوي وعايز أتوب وعايز أروح أترفه كده وبعد المشاعر دي ما هتهدى أرجع تاني للنفس الخط تاني فالحاجة الفجائية من بتوقعش حاجة ثابتة ودايما في راحة التغييرنا من اعتمدش عن المشاعر بس لأ المشاعر الفجائية دي وبتزهر فجأة أو بتختفي فجأة لو تمسكت بيها مش هعرف أتغير ربنا بيشتغل بصبر قوي وبحكمة جدا في رحلة تغيير حياتنا لما تلاتة التغيير ليس سباك أنا مش بتسابق مع الناس مين تغير ولازم ألحق مين وفلان بقى أحسن مني وأنا أحسن من الناس التغيير مش سباك التغيير كل واحد دي سكة وكل واحد اللي رحلة وكل واحد اللي خطة عند ربنا مميزة لي هو شخصيا فانا مش بسابق حد احنا مش بنسابق بعض احنا بنكمل بعض بنتعاون مع بعض بنسند بعض لان احنا حتى يقولوا كده الاباء ان الانسان كان علاقاتي ربنا خلق الانسان كان حتى لما خلق ادم في الاول قال ليس جيدا ان يكون ادم واحده فجاب له حوة وحوة وآدم جاب ونسل فليه الناس ده كله عشان نسند بعض ونفيد بعض ونتسند على بعض فاحنا مش بنسابق حد وبعدين دايما يقول التغيير يحدث ازاي بيحدث التغيير دايما يبقى عندنا نظرة كده عايزين نغير المجتمع حوالينا عايزين نغير الناس حوالينا ولكن التغيير النظرة الحائلة التغيير هي بتبدأ من نفسي الاول غير نفسي وبعدين التغيير اللي بيحصل في نفسي ده بيبقى على الاسرة بتاعتي المحيط الصغير بتاعي وبعد كده بيطلع للعمل لمنطقة العمل بتاعي والخدمة بتاعتي وبعد كده الناس كلها بتشوف التغيير ده فيه ويمكن كمان نظرة تانية صحيحة عن التغيير ما تبقاش بوصس ان انت عايز تغير حد لا غير نفسك الناس تتغير فحتيت ان انا دايما عايز اغير الناس دايما عايز اشوف للناس ان هي لا ماشي غلط ولا ماشي صح وكلام ده كله لا غير نفسك والناس تشوف ده فيك فهي تتغير والمسيح عشان كده قال كنوا انتم نور العالم بقاش نوروا الناس هو قال انت كون نور العالم والناس تشوفك منور هتنور شبهك لكن انا دايما بزيتي للناس ونوزيتني للناس مش هتخليني انا ذات نفسي مركز على تغيير نفسي في شوية تنبيهات هتلبوها كمان في الكتاب بتساعدكم كده زي اقوال كده على الطريق انا فيه تلاتين مكهولة بتلاتين يوم في الشهر بحيس ان يبقى الكتاب بتاعي في رحلة تغييري شهريا يعني اي شهر عايز اقراه او اي ايه تلاتين يوم بتغير فيهم هاقول لكم مكتفات من الاكوال دي يقول التغيير يحتاج الى ارادة قوية وسابتة لكي تحصل على النتائج التي ترضيك ويمكن الارادة القوية والسابتة محتاجة مني صبر زي ما كان ابونا في المقدمة بيقول ان احنا محتاجين صبر التغيير محتاج صبر نصبر على نفسينا ونصبر على الناس وكمان فيه حاجة مهمة كان الابائي يعلمون اقولك اصبر على ربنا مش الطلب اللي تطلبه دلوقتي يتنفذ دلوقتي ربنا ما بتعملش بالطريقة دي محتاجين صبر وارادة قوية ان احنا نتغير فيه قولتين يقول اساس التغيير في ثباته وليس فيه بريك انجازاته فلا تغدعك المظاهر فمش بالبريك ومش بالمنظر وبالشكل الخارجي بالعكس التغيير الحقيقي هو اللي حصل جواك مش في الشكل الخارجي ويمكن الناس اللي هي بتثبت في رحلة التغيير في حياتها ومع ربنا هي تغييرت من جوا ويمكن ربنا برضو ركز على الحتة دي في كام القدس يقولك تغيير الداخل يعني يتغيروا من الداخل عن شكلكم بتجديد ازهنكم الافكار مش باينة قدام الناس بس دي لو غيرت تفكيرك من جوا شكلك كله من بره يتغير قول تاني يقول اجعل نفسك شخصا تستشيره في خطواتك فليس كل ما نفعله يكون صالحا او صحيحا مش دايما انا فكري ان عقلي او تفكيره هو بس الصح بالعكس لازم يبقى فيه شخص بستشيره يوجهني صح في الطريق بتاعي انا مشيت الخطوة دي لازم تتعاد لازم المصار ده اغيره الامكانيات دي مش متاحة دلوقتي لأ نغيرها في حتة تانية وده بنواجه يعني دايما ان لما نحب نغير حاجة او في مكان او في خدمة او في شغل او في حياتنا بنبقى عايزين الحاجة دي تتغير نقول الناس تغيره فتتغير الحاجات دي تبقى الامكانيات تبقى موجودة تبقى موجودة لما حد يقولي اجل شوية طب دي مش ينفع دلوقتي طب يا حبيبي معنش يعني خليها خلي فلاني يساعدك بعمل ايه بابقى لقم اتدايق ولقم اتعصب ولقم ما جاش على تفكيري للكلام ده فدايما اعرف ان احنا ليس كل ما نفعله صحيحا احنا بشر واحنا ناس بتضعف وناس بتقع فمش كل حاجة بنعملها بتبقى صحة عشان كده لازم يبقى في شخص استشير ويرشدني في الطريق بتاعي وعشان كده كنيستنا الحكيمة قالت لنا فيه سر مهم اسمه سر الطوبة الاعتراف ليه؟ أب روح يرشدني في الطريق بتاعي ما ببقاش ماشي بكيفي يمكن حتى الطريق مع ربنا ممشيش متمزاجك لا مش بتفكيرك لازم حد تستشيره بعد كده يقول انت لست المتحكم في الظروف حولك ولكن متحكم في ردود افعالك اتجاه الظروف حاجة حصلت في مشكلة حدثت في حدث حصل في الناس مثلا مجتمع على حدث فخد بالك ان انت لست المتحكم في كل الظروف اللي حولك بس انت متحكم في ايه؟ في رد فعلك هرد ولا لا؟ طب هتكلم هناقش في الموضوع ده ولا لا؟ طيب انا هدخل في مع المجموعة دي ولا لا؟ فخد بالك مهم جدا ان انت تشوف رد فعلك وتلاحظ ردود افعالك في المواكف والاحداث اللي بتحصل حواليك بعد كده بنشوف لماذا التغيير او ما الذي اريده المحتاج ايه اتغيره في حياتي يمكن احنا على الفترة اللي فاتت ويمكن حضراتكم تابعين على السوشال ميديا والشركات والمبايلات اللي حصلت وعارفين ان فيه مثلا مهم جدا والناس دايما بتجيبه في التغيير هي شركة نوكيا مثلا شركة نوكيا في وقت من الاوقات كان حصل ان هي بقت متحكمة في السوق وبتبيع مبيعات حلوة جدا وكان موبايل نوكتا لقى الناس كلها مسكة موبايل نوكتا وكانت في وقت من الاوقات عشان ما لاحقتش التغيير اللي حصل للسوق الموبايلات والاندرويد والحاجات الجديدة اللي تدعيت فالشركة كلها خسرت وكان فيه برضو الشركة تانية بتاع تلاقي اطفال نفس الموقف حصل معاها ان هي ما عصرتش التطور اللي ظهر ويمكن ده اللي بيقول لنا حاجة مهمة ان احنا فيه ادوات ربنا بيسمح بيها في حياتنا لازم نستغلها يمكن الفترة اللي فاتت كمان حتى في وقت الكورونا ده تواصلنا مع المخدمين او مع الناس اللي نعرفهم نمعاتنا في البيوت فترة كان فيه ادوات ربنا سامح بيها في الفترة دي ان احنا نوصل للناس بيها فالتغيير ده مهم في حياتنا طبعا مهم جدا واصبح ضروري وزي ما قلنا في الاول ان هو من قوانين الحياة طيب لماذا اتغير انا بتغير او ايه اللي لازم اريد تغيره في حياتي يعني انا ايه اللي عايز اغيره في حياتي بقى حضرتك وحضرتك وانا كمان معاك هو عندي في حياتي كلها لازم ابص على الابعاد او الاركان بتاعة الحياة كلها يمكن الواحد بيبقى بركز كده عايزة انجح في شغلي عايزة انجح مع اصحابي عايزة انجح مع ربنا في علاقتي مع ربنا ومش بيسس على الاركان تاني لأ هو احنا دايما عندنا اركان نازم كلها تبقى متوازنة ويمكن بيقولك ايه اركان الحياة هي سبع اركان ايه هم اول حاجة طبعا الركن الروحي الركن الروحي ده لازم اسأل نفسي انا اسألك سؤال كده وحضرتك تكمله من الكتاب الركن الروحي هل انا راضي عن المستوى اللي وصلت فيه مع ربنا هل انا ده راضي بالوضع اللي انا فيه دلوقتي هل حالة الفتور اللي انا ببقى فيها دي انا مقتنع ان انا كده قريب من ربنا وان انا كده دايما لما اه اه المفروض ان انا انسان كمسيحي هل راضي فاعلي حاليا ده يرضي ربنا ولا لا ويمكن كده في كمان من دمن الحاجات اللي كانت بتحصل وعايزكم تتركزوا عليها هالردود افعالي اللي بتحصل دلوقتي وانا ماشي مع ربنا في حياة الروحية هل اي راضي فاعلي بعمله دلوقتي هو بيوصل لربنا ولا لا كان دايما كده يقول لنا حاجتين اسأل كده نفسك لما تيجي تعمل حاجة في الحياة الروحية اسأل نفسك حاجتين اولا رضي الفعل ده هيفيدني ولا لا ولا هيدريني هيفيدي الناس الحوالية ولا هيدرهم هل ده يوصلني للسماء ولا لا لو انا سألت الاسئلة دي في كل خطوة روحية بعملها انا بروح الكنيسة لم اعود في القدسة اتكلم مع الناس هيفيدني طب هيفيدي الناس الحوالية طب هيفيد خلاصي مع ربنا كل خطوة لو بخطيها في الحياة الروحية بخطيها باسئلة اعود اسأل نفسي دايما ده هيفقى في الآخر اللي خلاصي ولا لأ، هعرف أننا ماشي على الطريق الصحة ولا لأ. ودايماً إحنا ما بنسألش نفسنا فمنبقى ماشيين في الطريق بنعمل إيه؟ فيه بقى مطباط في الطريق بتاعنا ببتأ بنا. يمكن ركن مهم جداً ولاحظناه في الأيام اللي فاتت برضه، ركن الصحي. يمكن الناس لما جاء فيروس كورونا اهتمين قوي بصحتنا، في الأول ما كناش مهتمين بصحتنا. كان الشغل واخدنا وضغوط الحياة وغدانا، والخدمة وغدانا، وبعد كده مع الوقت نحس إن صحتنا استهلكت في ناشطات كتير جداً، ويبقاش متابعين الصحة بتاعتنا لما بيحصل حاجة فجائية، فده ركن مهم، ويمكن الصحة ديت أنا لو الجسدي مش سليم أنا مش عارف أعبد ربنا، فكل ركن من دولة بيبقى بيخدم على الركن اللي قبله، فأنا عشان أعبد ربنا لازم الجسدي يبقى سليم ونفسيتي تبقى سليم وسوية، نحن دايماً نشوف أن الناس ما بتهتمش بصحتها وما تهتمش بنفسيتها، فكل ده بيرجع لإيه؟ يقول لك أصلي هي بقى النظرة الروحية اللي حولها الحاجة شخصية ليه هو، أصلي هي لأ، أصلي أنا ربنا إذا علم مني، أصلي ربنا غضبان علي، أصلي ربنا هو بعاتلي الناس ديت عشان تأذيني، طيب يا حبيبي انت شفتها ازاي؟ بصط لها ازاي؟ بالضبط كده، أفكار مش هو أنا الركن اللي عندي الروحي مهزوز، والركن النفسي عندي مهزوز، فأنا مش مهتم بالركنين، فالأرقان دي مهمة جدا. تالت حاجة، وده يفيدنا في حياتنا العملية كتير جدا، ويمكن لما بنتخرج بقى أولادنا يتخرجوا من الكلية شبابنا كده ويجي يشتغلوا، يقول كده الركن الشخصي، هلأ انت بتشغال على نفسك ولا لا؟ بتنمي نفسك ولا لا؟ الفترة اللي فاتت، أخدت فيها كورسات قدقية، اشتغلتها لنفسك قدقية الوقت ده، يمكن ربنا سمح بوقتي تقعد في البيت بقى كفاية جارية، وكفاية مشغولية، وكفاية ضغوط، قعد بقى، نميت نفسك، طورت نفسك في حاجة، تبعت الكورسات اللي بتنزل، والفيديوهات اللي بتنزل، يمكن مدرسة تيرونوس الفترة اللي فاتت منزلة كمية فيديوهات، كمية ناس، شغل أبحاث حلو جدا، وأباء متكلمين، يعني يمكن في الكنيسنا ما نعرفش نجيب حد منهم في الفترة، في فترات كتير جدا، فبتلاقيهم موجودين عندك، هل الفيديوهات ديت انت تستفاد بينها ولا لا، هل الكورسات في حياتك العملية خدت كورسات طورت نفسك، عندك اللغة محتاجة تاخد كورسات لغة، هل طورت نفسك ولا لا، ده مهم جدا، ويمكن عشان كالي يقول لك أصلي ما فيش فرص عمل، ناس كلها شغالة ونجحة وحلوة في حياتها، وأنا الوحيدة يقول لك ما فيش فرص عمل، طب حبيبي، أنت ليه السوق العمل اللي يفضك، ليه السوق العمل ما مش وفيش وظيفة، ويطلع في الآخر أنا مش مهتم بتطوير نفسي، صحيح، نمر أربعة الركن الأساسي برضو من ضمن الأركان المهمة جدا، الركن العائلي، وده برضو اختبرناه في الفترة اللي فاتت، احنا قعدنا مع الأسرة، وقعدنا وقربنا من الأسرة قوي، واهتمينا بالأسرة للفترة اللي فاتت جدا، هل ده عشان ظرفه معين، ولا هل ده يبقى منهج في حياتي أسرتي؟ طبعاً يبقى منهج في حياتي، وبعد كده الركن الاجتماعي، علاقاتي بالناس، هل أنا علاقاتي بالناس مفيدة، بتفدني وتفدهم، ولا بقيت علاقاتي بالناس مش مفيدة، وبتدريني وبتدرهم مع بعض؟ نعم ستة، الجزء المهني، الجزء المهني لازم أشتغل حتى بولس الرسول، يعني قال كده أن هي حاجتي وحاجة أخوتي هؤلاء، خدمتها هاتين اليدين، حتى بولس الرسول الكارز العظيم في وسط الخدمة دي كلها، كان بيشتغل طبعاً، فده يقول لي إيه؟ أو يصل لرسالة إيه؟ إن الشغل مهم، الشغل بيخليني بحس بكياني، أنا شخص موجود بأثر في الحياتي، بعمل حاجة، ويمكن كده في شخصيات كتير جداً من الشباب يقولك، أنا مشتغل ساعات بأش محتاج فلوس، بس أنا حاسس بوجودي، بكياني، الشغل ده بيعمل لي إيمة، منتج، صح عندك حق يا ابونا، إن أنا منتج، حتى بشغلي ده بفيد الآخرين، فده برضو حاجة مؤثرة في حياتي، نمر السابعة طبعاً، وحاجة مهمة ده جداً بالنسبة لنا الركن المادي طبعاً، ده ركن أساسي، ونهتم به من الأرقان الحياة، وليس بيبقى متوازن كل الأرقان دي مع بعض، عشان أعرف أغير، أنا عايز أغير بقى في فترة دي، الركن الروحي أركز عليه أكتر، ولا الركن الصحي، ولا الشخصي، ولا العائلي، ولا الاجتماعي، ولا المهني، ولا المادي، كل الأرقان دي عايزين نركز عليها بتوازن، علشان ما تقصرش في أي ركن من دولات. كان فيه كده يقوله أمتى أو متى يتغير الناس، يقول كده كان فيه دراسة عملية قالوا أني أن أنت قبل ما تتغير يعني، يقولك أن أنت عدم إدراكك لما تريد أن أنت مش عارف أنت عادي تتغير، لا، دي مشكلة معرفة، أنا مش عارفها يا زي، يبقى أنت عندك مشكلة معرفة في مشوار التغريب بتاعك، طيب عدم السعي وراء ما تريد بقى، طيب أنت عرفت، بس ما سعيتش عليه، دي مشكلة عندك مشكلة تحافظ، ليش حاجة محفزاك، الحافز اللي أنت حطه، اللي عايز توصل له لهدف بتاعك، هدف ضعيف، هدف ما يشجعكش أن أنت توصل، يقوله كده عدم تحقيق، أنت وصلت عايز سعيد بقى، عدم تحقيق ما تريد ده، عدم مصابرة، سعد ببقى عندي حاجة عايزة أوصل لها، وتحركت في الطريق ده، بس ما فيش حاجة، ما فيش نتيجة، ما فيش صمربان، دي عدم مصابرة، أي حاجة عايزة أوصل لها، أي تغيير بيحصل في حياتي، في أركان حياتي كلها، بيحتاج مني صبر، ومصابرة في الطريق بتاعي، طيب، في التغيير بتاعي، بيتواجهني أربع حاجات، يقوله كده في مراحل تغيير بتاعي، المراحل دي، أول حاجة دايماً لما بنيجي فكرة جديدة، أو حاجة جديدة عايزين نغيرها، بتتقابل نمرأ واحد بالرفض، يقولك لأ، إحنا مقتنعين باللي إحنا فيه، والقديم ده خلاص، الأفكار دي إحنا تربين عليها، وإحنا تأسسنا عليها، هو ده، وهو كده، عندك هقاون، هو كده، مش هنغير، فأول حاجة بتقابلها، في مواجهة أي ناس في حياتك كده في التغيير، يقولك الرفض، دي أول خطوة، نمرأ، اتنين عندنا في التغيير بتاعنا، خلوني بقى أتابع معاكو شوية من الكتاب، يقولك الخوف، ويمكن كده كان فيه جملة مشهورة يقول، الإنسان عدو ما يجهله، خايف من اللي معرفوش يا بون، آه يا بون، يعني يقونا مثلاً يقول لي على فكرة جديدة، أو موضوع بحث معين، أبقى خايف، أدخل في الموضوع ده، معيني ما قررتش فيه، وما بحثتش فيه، دي فرصة ومجال إننا ندخل، وأقرأ أكتر، وأبحث أكتر، وأعرف، ناس قبل كده عملت أبحاث، وناس قبل كده، إزادتني في المعرفة، إزادت في المعرفة، أعرف الطريق ده ماشي ازاي، دي نمرأ، اتنين بقى الخوف، أول حاجة، بيتقابل بالرغض، نمرأ اتنين، بيتقابل بالخوف، نمرأ تلاتة، بعد ما عندنا المرحلتين دي، بقى فيه مرحلة الكبول والاستكشاف، خلاص، أنا هبدأ أجرب، هبدأ أكتشف، التغيير ده، أو رحلتي في التغيير، نمرأ أربعة، بلتزم، وعايز أقول له حضراتكم حاجة، أني عندنا مشكلتين في حياتنا في التغيير، عدم الصبر وعدم الالتزام، الناس عندنا مش بنزبر، يأما مش بنلتزم، بخاف من المسئولية، أكمل المشوار، أبقى مسئول عن أخطائي، لا، ما بقىش مسئول، لو الحاجة ديت فيها مخاطرة، ما تخلش المخاطر، ببقى خايف، وبرجع، وبحبش أستكشف حاجات جديدة، وعايز أقول له حضراتكم، كل الإنسان اللي بتستكشف حاجات جديدة، الناس بتكتسب فكرة أكتر، وبتكتسب معرفة أكبر، وتبقى نبجة أكبر، فدي رحلة، رحلة التغيير مهمة جداً في حياتنا، أننا نمشيها بنفس الخطوات بتاعتنا دي، فبقى بقى عندي كبول واستكشاف، بعد كده الأربعة، الالتزام، وإنت تمامها التزمت بحاجة، هتنجح فيها، ويمكن كده، لو حضراتكم فاكرين كمان في الكتام قدس قصة نحمية وبناء الصور، التزام نحمية بالعمل الجاد، هو الأنجلس الصور، نحمية لو قال لك أنا ليش دعوة مع محدش فكر في الصور قبل كده، ما سيب الأسوار زي ما هي، أنا ليه ألتزم بالصور ده كله، لكن التزامه ومسؤوليته عن بناء الصور ده هو اللي بنى، كم صور في حياتنا، محتاجين كم خطوة تغيير في حياتنا عشان نبني، وننجح في حياتنا، نراجع كل الأركان بتاعت حياتنا، ونحس إن احنا فيه أسوار كتير جدا عايزين نبنيها، طيب، وأنا ماشي بقى في رحلة التغيير ده، فيه جزء كده في الكتاب يقول طريقون، طيب إيه هم الطريقون دولت؟ يقول كده فيه ناس، هو الطريق الممهد، اللي هي منطقة الراحة بتاعتي، فيه طريق تاني اسمه الطريق الألم، أو اللي هو الطريق الصعب، طيب الناس بتختار أنه طريق في حياتنا، الطريق الممهد إيه هو؟ منطقة الراحة بتاعتي، أنا تربيت على كده، وتلعت على كده، ومش حابة بتغير، يقول لك طيب تطور من نفسك، طيب تعالى اشترك معنا في نشاط، طيب تعالى خد مسئولية في خدمة، طيب تعالى خد في الشغل، هنرقيك، اعمل حاجة ما عليها، يقول لك لا أنا مش، أنا هي دي إمكانياتي، وهو ده حلوة كده، أو بالزبط يا مونة، حلوة كده، أنا مرتاح كده، ومش عايزة خاطر، طيب هل التغيير، وعشان أنت تبقى شخص ناضج، ومتغير، وشخص أكثر معرفة، وحكمة في حياتك، هتمشي في الطريق الراحة دا دايما؟ مش عايزة تدخل مخاطرات، مش عايزة تتقلم، والناس كتير جداً بتشتكي، من يقول لك كده، الطريق التاني ده، أصلي طريق التغيير ده صعب يا بونا، أصلاً يا بونا لسه هتوب، طيب التوبة دي، يا بونا لازم بقى أدخل العمكة مع ربنا، وأنا مشغول يا بونا، أصلاً الضغوط الحياة، أصلاً لسه هتعرف على الناس جدد، لسه هعمل علاقات جديدة، طيب أنا عندي اتنين تلاتة صحابي، هم حلوين قوي، الدايرة بتاعتي كده قفلتها، طيب طيب صح، فهل أدخل مثلاً في علاقات، في محيط كناسي، أو في محيط الشغل لك، أصلاً هم كل الناس سيئين، حسن موقف معي، فبعمم الموقف على الناس كلها، فأنا حكمت على الناس كلها بسبب شخص، طيب هل ده مش هتخليني أعرف ناس تانية؟ هفضل كده أنا كويس، خلاص، أنا عارف الشخص ده وبس، لا بالعكس، والإسقطار طبعاً يا بونا، الإسقطار بتحصل على أشخاص ملهمش زنبي بعد كده، ويمكن كده الطريق الصعب كده يقوله، وكده عملية دراسة للناس، يقوله أن 25% من الناس ينسون التغييرات في بداية، بعد أسبوعين بمدادة العام، أجي كل سنة أحط خطة، يا رب خلاص بقنا حياتي هتتغير، وهبدأ السنة دي 365 يوم تغير بقى، يعني أنا خلاص حياتي كلها هتتغير، بحط واحد، اتنين، ثلاث، أجي بعد أسبوعين، أنسى كل اللي أنا حطيته، وده 25% من الناس بيحصل معهم كده، آه صح يا ونهندك، شهر 12، آه آخر السنة، 60% بينسوا التغييرات بعد أول ستة شهور، يقولك كده أنا جربت، بس يعني ما أجابش معي نتيجة، فخلاص كده، مش أكمل، طب هو، أنت نفكر أن التغيير ده مش عايز، يعني صبر، أزبر شوية، موظبة، وكده قليل مستمر أفضل من كثير متقطع، قليل واحدة واحدة، امشي بطريقك، واحدة واحدة، ابني، زي بالظبط كده الزهور والزرع لما بينمو، خمسة في المئة من الناس يفقدون وزنا، بصوا بقى الحتة دي مهمة في الحياة بتاعتنا، يعني يقول لك إحنا عايزين نخس، وبعد ما يخسوا، تجي بعد كده، مفيش يعني، بعديها بيوم تلاتة، حاسين أن وزني بقى كويس، أعمل إيه؟ أبقى برحتي، أنا مفاكر إن إيه، اللي أنا عملت الجهد، والحياة اللي عملت هذه كلها، بعد كده هتخليني آكل واشرب زي ما أنا عايز، ده يفيدني في إيه؟ المثل الثغير بتاع، اللي أنا عايز أخس ده، في كل حاجة في حياتي، أنا مع ربنا ببقى كده، بجاهد، جاهد، تغيرت، حسيت إن أنا سنة تغيرت، أعمل إيه؟ بقود لحياتي تاني طبيعي، طب ده مش هينفع، هيرجعني زي الأول تاني، فمحتاج ألتزم، فدايما إحنا عندنا مشكلة، أو تحدي بيقابلنا إن يعني 5% بس من الناس، اللي هي بتلتزم وتوازم، 95% بقى يرجع إيه؟ لنفس اللي كان عليه تاني، عشان هو ما عندوش التزام بالتغير اللي حصل، وعشان الطريق يقول لك الطريق صعب، صدقوني إن الطريق الصعب ده هو اللي بيغير، أي ألم ربنا حطه في حياتنا، أو أي صعب أحطان ربنا في حياتنا ده بيتشكل فيي، أنا لو مش عايز أتشكل، هبقى قاعد في منطقة الراحة بتاعتي، ومش عايز أتغير، مش عايز أجازف بأي شيء، ويمكن الجيل طالع كتير جداً، عايز الحاجة وهو مش عايز يعمل مجهود، عايز الحاجة يطلب، الحاجة تبقى موجودة، طب فين الجهد، فين التعب اللي فيها؟ لا ما أتعبش، طب في حياتك الروحية بتجاهد، ولا لأ؟ أو يعني بصل للصبح أو المصحة، بس، طب هو جهادك مستمر، حتى لو قليل ده مستمر، ولا بتكسل، فمحتاج مني تعب، طبعاً محتاج مني جهد وتعب، طيب، إمت بقى الناس بتتغير في الحاجتين؟ يقول كده، لأنهم تعلموا كثيراً، إن هما تعلموا في حياتهم كثير، ده اسمه تغيير متعمد، أو لأنهم صدموا كثيراً، إن هما حصل صدمات كثير في حياتهم، ربنا سمح بيها عشان يقول له تغير، فهل أنا كل حدث بيحصل في حياتي، الحدث ده موجه لي، ولا أنا شايفه للناس بس؟ لا لي، طب، فلازم أبصت للنظرة جديدة في كده، في التغيير بتاعي، فعشان ما يبقاشت بعد كده التغيير إجبار، ويمكن يقول الأشياء التي تقلم تعلم، الأشياء التي تقلم في حياتي تعلم، فده مقولة قالها بنجامين فرانكلين، ده كان رئيس أمريكا في وقت من الأوقات، وقالت كده عشان طبعاً عايش في حياته كتير جداً وتقلم، فقال لك الأشياء التي تقلم تعلم، ما فيه تجربة، احسب كده مع نفسنا كده نقعد ونحسب، كم تجربة دخلنا فيها في حياتنا، وطلعنا بها في درس، كم حاجة كنت عايز أنجح فيها، وكم حاجة كنت بس عليها، وما وصلتش، إيه الدرس اللي خدته، صدقني أي حاجة في الحياة بتحصل ربنا بيسمح بيها فيها درس، الشاطر يستفيد بالدرس، ينجح يأخذ الدرس، وفي الاتنين في دروس في حياتي، تمام؟ فيه كده مقولة تانية يقول لا يأتي النجاح في الحياة نتيجة المرور بمواقف جيدة، لكنه ينبع من الإدارة الجيدة للمواقف الصعبة، لا يأتي النجاح في الحياة نتيجة المرور بمواقف جيدة، جيدة أو سهلة، ولكنه ينبع من الإدارة الجيدة للمواقف الصعبة، كل حاجة أنت شايفها صعبة في حياتك، درها صح، تطلع بيها بصمر ونتيجة وتغيير في حياتك، بعد ذلك، وأنا ماشي في هذا الطريق، ودخلت الطريق وشفت أنه طريق أسلكه في التغيير بتاعي، واخترت أن أسلك الطريق الصعب، بيحصل لي شوية مطباط بتعطني عن التغيير ده، ويمكن أنا مستخدم لغة في الكتاب بسيطة، ويحس أن أعرف أن الشباب فيه فئة ما تحب القرية كتير، وأنا كنت منكم فترة كبيرة، بس اخترنا مسميات شبابية كده بحيث أن احنا تساعدنا على القرية، نمرأ واحد من الحاجات المعطلة للتغيير، وقلناها قبل كده الخوف، إن أنا مش عارف واجه خوفي، وعايز أقول له حضراتكم حاجة في حتة الخوف دي، إزاي نواجه خوفنا، نمرأ واحد في الخوف المواجهة، طول ما أنت ما بتواجهش اللي خايف منه، هيفضل يسيطر عليك، طول ما أنا ما مواجهش الخطير المعينة في حياة الروحية، واعترف بيها تسود عليك، كل شوية الشيطان يفكرني بيها، يفكرني بالخطيرة الفنية، عشان أنا ما اعترفتش بيها، أي مشكلة مع أشخاص حوالي، طول ما أنا ما عدتش، وصفيت المشكلة، وحليت الموقف اللي حصل، هيفضل كل شوية، الأفكار تجيلي، والموقف يعدي علي، وإن أنا بخاف أواجه، وخاف من المواجهة، ولا مش عايز أواجه، أصلاحنا أطلع غلطان، أطلع مثلا شخص يلومني، لازم نعود، ولازم نواجه، واجه خوفك، الخوف يقل، طول ما أنا خايف، وما بواجهش، في التغييرات الحوالية، الخوف ده بيسود علي، تمام؟ وطول ما أنا، المحبة عندي عالية، ربنا يقول كده، المحبة الكاملة، تدرت الخوف خارجا، إلى خارج، خارجا، طول ما أنا عندي محبة قوية، هقدر أعود وعاتب، هقدر أدخل، وأنا في أي حاجة في حياتي، عايز أغيرها، وأنا منطمن، مش خايف، نمرة اثنين، الفشل، بيخاف هفشل، ويمكن عندنا جزء، معظم الشباب بيخاف، يعمل أي حاجة جديدة، عشان ما يفشلش، يقول لك لا، أنا محبش هفشل، طب يا حبيبي، إحنا هيتعلم إمتى؟ إحنا بنتعلم من أخطأنا، بنتعلم من الدروس، اللي بتجدنا، اللي ربنا بيسمع حبيبيها في حياتنا، عشان نتعلم منها، وتشكلنا، طول ما أنا ما بتعلمش، ما بتشكلش، كل طول ما أنا، مرشد روحي يعلمك، بخبرة السنين بتاعته، يوجهك في الطريق، وتفضل مواظب عليه، وده أساسي في حياتك، وجزء التاني بتاعك العمل في الحياة، أنت اللي هتواجه الحياة، مفيش حد يبقى ماسكك في إيدك، وانت ماشي في طريق حياتك، محدش هيقول لك، روح اختار الشغل الفناني، أصلاً هاجه أساعدك في الشغلان الفنانية، أصلاً في الخدمة الفنانية، أنت كمسؤول أسرة، هيبقى شخص، أنت كريدر، توجه الناس، أصلاً شخص هيقف معاك، يقول لك أعمل إيه، لا، أنت اللي مسؤول، وأنت اللي توجه، اغلط، مش مشكلة، ما تخافش أن أنت تغلط، بس خاف أن أنت ما تحاولش، دي مهمة، نحاول ونغلط، ربنا سامح لنا، نحاول كتير، ربنا قابلنا بأخطاءنا، بس نحاول وإيه، ونجرب يعني، نمة ثلاثة، يقول لك ما عنديش وقت، أي حد بقى نطلب منه حاجة، يقول لك أصلاً ما فيش وقت، أصلاً هو اليوم يعني، بيكفي بالعافية، تبصدقوني، الـ 24 ساعة اللي ربنا سامح بيهم لينا، هو سامح بيهم للناس برضو للنجحة، في حياتهم، وسمح لهم بالناس اللي هي، عامل إنجازات في العالم، والحياة، وثابت أثر في حياتنا، هو ما يعني، 48 ساعة، وإحنا عندنا 24، هم 24 ساعة، هم هم هم، بس أنا بأصدف 24 ساعة، إزاي؟ بيقولوا كده أن، أنا لو واحد، لو واحد شخص بنام 8 ساعات، يبقى أنا نمت ثلاثة عمري، أنا لو شخص عندي 60 سنة، أنا نمت 20 سنة، تخيلوا، نايم 20 سنة، مش بعمل فيهم حاجة، عشان بنام بس 8 ساعات، طبعاً الشخص اللي بنام 6 ساعات ده، يعني بيوفر برضو من وقته نومه، علشان ينجز في حياته، فده طبعاً إنجازته تبقى أكبر، فحضرتك عندك هو هو نفس الرصيد، اللي بتحطي لك كل يوم ل 24 ساعة، بتحطه لأي إنسان، فما تلومش الوقت، ولكن لوم نفسك، أنت عندك وقت، بس ما عندكش عزيمة أن أنت تعمل خطوة في حياتك، نمرأ أربعة إنعدام الثقة، ببقى مش واثق في نفسي، ومش واثق في قدرات اللي ربنا من الحالي، أو مش مكتشف مواهبي، يمكن إحنا تكلمنا في تيرانوس قبل كده عن اكتشاف الزكاءات، أنا مش عارف، أنا شاطر في إيه، ربنا بديني مواهبة في إيه، لازم تشتغل على نفسك، وتقوي مواهبتك دي، وتعرف إن ربنا بديك نعمة، ربنا هيديني نعمة لما يأخذ خطوة، ربنا ما بيشتغلش مع الناس الكسلانة، لما بتأخذش خطوة، خد أنت الخطوة، وصيب ربنا يكمل معاك في الطريق، لكن طول ما أنت واقف على الشط، ما ستسطاد سمك، يعني، الشبكة بتاعتك، مش هتطول السمك، لكن يجب أن تدخل، ربنا قالوا ما دخلوا لعمك، خد خطوة، اتعب شوية، تعبنا الليل كله، نحن يعني، اه، 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 اتعب كمان سنة، السنة اللي جاية دي، ربنا بدي فيها نعمة، كمل، في الحتة دي، كل ما تعمل إنجاز حتى لو صغير، ثقتك بنفسك تزيد، ربنا يحط نعمة أكتر في نفسك، فأنت تبقى عندك، حماس وعندك، قدر أن أنت تعمل حاجة أكبر في حياتك، السبب مهم تاني، من الأسباب اللي هي، أو المعاقات عندي في رحلة نجاحي، أو في التغيير بتاعتي، لعب بدور الضحية، يقول لك، أصلهم الناس كلها علي، أصلا أنا بس، اللي فيهم الوحش، أصلا أنا بس، يعود إيه؟ يعود يلوم نفسه بقى، وندخل في لوم الزات، جلد الزات، بس أن أنا ألوم نفسي، على حاجات غلط عملتها، وارجع عنها، هذا شيء صحي، لكن أنا أجلة ذاتي كل شوية، وأنا وحش، أصلا أنا مش زي الناس، أصلا ربنا مديهم حاجات كده حلوة جدا، وأنا ربنا مش مش سائل فيها، أصلا هو ربنا قصدني أنا بالذات، أصلا ربنا مش مديني، مين قال كده؟ لعب دور الضحية ده بتضيع مني، خطوات مهمة جدا في حياتي، وفرص كتير ربنا بيخليني سامحة لي، سمعتها من دمني الأباء برضو، قال لي كان فيه واحد بمركب ماشي في البحر وغرق، فهو بيغرق، كده دي حاجة رمزية يعني، فهو بغرق، فقعد يقول يا رب انكزني يا رب انكزني، قعد يصلي بقى صلوات كتير ويا رب انكزني يا رب انكزني، فعد على واحد، قال له هتحب أساعدك، قال له لا ربنا هينكزني، مش عايز حين تساعدني، فقعد، عدى واحد تاني قال له حبيبي أحب أنت بتغرق، وخلاص يعني غطاك والمركب غير قد انت ماسك بس في دوبك في حتة خشبة، محتاج مني مساعدة، قال له لا ربنا هيا ساعدني، عدى التالت قال له نفس الكلام، فالشخص ده مات، يقول له كده هي رمزية يعني الشكسة، فيقول له كده واقف قدام ربنا، فبيعاتب على ربنا يا رب انت ازاي، ده أنا معك وماشي معك مشوار حياتي كلها، انت ازاي تسيبني غرق، قال له حبيبي أنا بعتلك ثلاث فرص، ولكن انت ما استغلتش ولا فرصة فيه، فلعب دول الضحية ان انا رب انت مستقل فيها، اصلا انت رب انا بس بيحصل لي كده، اصلا ان رب الناس كده بتعملني وحش ليه، اصلا ان رب بس مكروه من الحياة، مين قال كده، لعب دول الضحية ده ما بتخليش ان انا اتغير، وده عائق كبير جدا في التغيير الحياة بتاعتي، طيب بعد ما شفت المعوقات بتاعتي، عايز اطلع بقى، يعني التحديات بتواجهني، اعمل فيها ايه؟ هقول حدثك كده كم خطوة في التحديات، وديها نلاقيها في الفصل الثالث، بيقول كده أول حاجة، عشان تغير ضع قائمة بالتغيرات التي تريد، او ترغب بإحداثها، ساعات احنا بنوصلش لهدف بتاعنا عشان مش كتبين او مش عارفينه، حبيبي انت عايز ايه في حياتك؟ مش عارف، طيب عايز توصل لايه في الحياة؟ عندك رؤية لحياتك؟ لا ما عنديش رؤية، طيب هل رؤيتناك كبيرة السماء اللي احنا بصينا عليها دي، كناس مسيحية، رؤية السماء، هل انا هتطلع بقى ربنا، هتطلع بقى انه طريقة، هتطلع بقى انه اتجاه، فاهمين؟ عاوزني ازاي؟ الرؤية بتوضح الطريق، والهدف بيخليني أسعى في الطريق بتاعي، طول ما انا عنديش رؤية، السماء مش قدامي، طول الوقت هتلاقيني بعصر في حاجات كتير، بدخل في حوارات غير بنائة، بعرف ناس تبعيدني أكتر عن ربنا مش تقربني لي، طول ما انا رؤيتي مش واضحة في علاقاتي، هتلاقيني بقى انجازب دايما للأشخاص المؤذيين في حياتنا، فخلني رؤيتك واضحة، وخلي هدفك قدام عينك دايما، عايز اتغير، اتغير في ايه؟ هل الضبط عايز اتغير فيه؟ هل فكرك؟ هل سلوكك تغير؟ لي من دون عايز تغير في سلوكك؟ هل عايز مثلا تغير في علاقتك بالناس؟ هل عايز تغير مثلا في الاركون بقى اللي قلناها كلها؟ في الدخل بتاعك؟ عايز تغير ايه بالضبط؟ حت قائمة كده بالتغيرات اللي انت عايز تغيرها وامشي وخطوة خطوة على التغيرات دي، نمرة اتنين قالك لا تفكر في ضغامة او الضخمة يعني الضغامة اللي هي العوائق، الحاجة الضخمة اللي قدامي، ما تبصش كده ان التغيير ده حاجة عائق قدامي، لا، ما تبصش العوائق بس بص لايه؟ لإمكانيات ربنا حطيتها فيك، لربنا اللي ماشي معاك في الطريق بتاعك، خد بالك ان احنا ساعات كتير بابقى عايز اتغير، بس عايز اقو ايه؟ ربنا يبقى على جنب كده، ما يجيش معاي، اصدقاء، الخطوة اللي جاية ديت مثلا محتاجة مني ايه؟ صدق، فلا معلش، فربنا ما يبقاش معاي، ما ينفعش طب، الطريقة هترجع تاني لايه؟ لأول خطوة تاني في طريقك، ربنا دايما معاك في المشوار بتاعك، فما تبصش لضغامة العوائق، ولكن بص لايه؟ إمكانياتك، والربنا اللي جنبك بيساعد دايما. نمرة ثلاثة، ابتعد عن خائر العزائم، الناس اللي هي بتقعها يعني بيحبطوا، والناس اللي هي بتخليك دايما تخش بقى في يأس وإحباط والنعية، لأ احنا جربنا وفشلنا انتهى هتعمل كده، بس احنا جربنا المشوار ده وجربنا الطريقة ديت، وجربنا نتغير ما تغيرناش، ما نعيش كده وخلاص، هي عيشة عايشينها، ويمكن الكلام ده بنسمعه للأسف من شباب كتير جدا، يقول لك ما أنا حاولت أتغير، وحاولت أقرب لربنا بس ما عرفتش، حاولت مثلا أشتغل وما قدرتش، أتراجع عن التغيير اللي هيعمله، ما كل الناس بيحصل لها حواليا كده، يبقى أنا ابعد عن أن أي حد بيحبطك أو بيخليك تيأس من التغيير، نمرة أربعة ودي حاجة ساعات بنفتقدها كتير قوي، اقرأ تجارب غيرك ممن قرروا ونجحوا، اقرأ للناس اللي نجحت مشت ازاي، نجحت ازاي، صدقني الناس اللي نجحت كانت أقل كمان من إمكانياتك، ويمكن اقرأ كده في قصص الناس النجحة في حياتنا، اقرأ كده عن مستوى الروحي بقى، اقرأ قصص الكدسين كده، واصلوا ربنا ازاي، كانوا أقل إمكانيات مني ومن حضرتك حاليا في الوقت اللي فيه، مكانش عندهم نفس التكنولوجيا اللي عندنا دلوقتي، كانوا انهم إمكانيات أقل من كده، وسبتوا في طريق ربنا، بص المستوى العمل بتاعك، الناس اللي نجحت وترقى، وبقى مدير وبقى صاحب الشركة، ووصل في حياته، وبقى ناجح، كان ازاي؟ كان أقل منك في الأول، فاقرأ عن التجارب الناس دي، هتبقى بتساعدك في التغيير، عشان تواجه تحديات الحياة، لازم تقرأ للناس اللي سبقتك في طريق التغيير، نمر خمسة التفت إلى ما لديك من قدرات، وده ساعات برضو ما بتلاحظهاش، أنا عندي ايه دلوقتي، ايه إمكانياتي عشان اتغير، ما ببصش لكده، أنا دايما ببص لإيه، أنا عايزة أبقى زي الآخرين، ولكن أنا أملك إيه؟ مش ببص لكده، دايما عايزة أبقى زي الناس، وأنا ما عنديش إمكانيات اللي عند الناس، لا، بص على إمكانياتك وتغير التغيير، يعني خطوة خطوة، حتى لو تغيرت شوية للوقت، هتكمل بعدين، بس ما تبصش لغيرك، ولكن التافت إلى ما لديك من قدرات، نمر ستة، افتح باب النقد واستقبله، ودي حاجة ساعت صدقوني، وأنا يعني يمكن أولكم، يعني ما كنتش بقبل الحاجات دي، حد ينقضنك، يعني يوجه لك نقد أو حاجة يقول لك، اللي أنت عملته ده غلط، تحس إن أنت من جواك كده يعني، دايقت يعني، ويعني لو ترجعوا، حدثتكم معي، كنا لسا قلين إيه؟ خليك مرشد، عشان ليس كل ما أنا فعله، صحيحاً، نحن الناس لسا بنضعف، وبنتعلم، فافتح باب النقد ده، سيساعدني لأنا أعمل إيه؟ أواجه أخطائي، الشخص اللي ما بيفتحش باب النقد، ما بيواجهش نفسه، ما بيواجهش أخطائه، دايماً شايف عينه على إيه؟ أخطاء الآخرين، فدايماً، لما أنت شايف أخطاء الآخرين فقط، مش هتتغير، ولكن لو مركز على أخطائك، وبيتجاهد أن أنت تشتغل عليها، وتشتغل علي نفسك أكتر، ده هيساعدك أن أنت تتغير، والناس تشوف التغيير ده في عينك، فالكتام القدس يقول كده، وَيَرَوْ أَعْمَلَكُمَ الصَّالِحَةَ، فَيَمُجْدُونَ أَبَيَكُمَ الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ، هيشوفك أنت تغيرت، وإنت نجحت، وإنت مع ربنا، وإنت إنسان كويس، وحلو، وباحث في كنستك، وبتطور، وبتجدد، وبتدخل ولادك في مستوى أعلى، وأرقى في التفكير، وفي الإيمان بتاعهم، وفي الروح كمان مع ربنا في العشرة، فهيعملوا إيه؟ هيمجدوا ربنا، كل ما نفعله هو التمجيد لله، ودي دايماً حطها عنوان قدامك دايماً يعني، فده عايز ربنا يتمجد فيك، خليه ماشي معاك في الطريق بتاعك، نمرة سبعة، ودي برضو بنواجهها كتير جداً، ومش موجودة في وسط الشباب كتير، تحمل المسئولية، نحن بنعيني كتير جداً من تحمل المسئولية، الحاجة الفلانية ما تعملتش لي، مش أنا، أصل فلان، أصل فلانة، أصلهم، ودايماً صبعي باتجاه للآخرين، أريد أقول لكم حاجة بسيطة كده تعلمناها، بيقولوا لو عملت كده صبعك، بص الصبع الكبير ده وتوجه للآخر، بس في صبع تاني إيه؟ مشاور عليك، انت عملت كده، وانت موجه مشاور للآخر، الصبع ما تنساش الصبع ده، متوجه عليك أنت، أنا المسئول، أنا اللي غلط، أخطيت، سامحوني، أعتذر، أنا عادي، مش نازم، من ملم على نفسك، صحيح، ويمكن سيرك كدهسين يا بونا كمان، بتعلمنا الكنيسة، أن هي الروح دي، الأباء في الأديرة، لما دايماً كان القانون الروحي عندهم نقولك، اعمل مطانيات، أخطيت سامحني، كلما تشوف راهب تاني في الدير، فدايماً كنيستنا بتقول لنا ارجع بالملم على مين، على نفسك، بلاش، أقول للناس بتعمل والناس بتسوي، وهم قالوا، خلي الملم على مين، على نفسك، شوف أخطائك، وشوف ضعفاتك، وبعد كده، شوف، بس يعني، الأفضل أن احنا ما نركز مع الناس يعني، طيب، وأنا بياشي بقى في الطريق، وحاجة مهمة بنحتاجها في الطريق بتاعنا، التشجيع، التشجيع، التغيير، لازم تشجيع عشان أتغير، لازم تحفيز عشان أتغير، بيقولوا كده، أن التشجيع والتحفيز ده، زي الوقود العربية كده، اللي بيشغل الإنسان، حد بيسند، وحد بيشجع، وحد بيخليني أكمل في الطريق بتاعي، يقولوا التشجيع هام جدا لنا، فإذا كانت النبات يحتاج إلى ماء لكي ينمو، والأرض المغفرة تتعطش للماء هجازة، بدون التشجيع تزبل النفس، بدون التشجيع، إن أنا مش هقدر أكمل، بالضبط كده مش هقدر أكمل، ومش هقدر أعمل أي حاجة، طيب، يقول كده كمان، الكلمات هي الشيء الوحيد الذي يبقى إلى الأبد، وده دي حاجة مهمة في حاجتين، مؤشر إيجابي، مؤشر سلبي، خد بالك إن كلماتك تبقى إلى الأبد، هقول لكم كسة صغيرة كده عن الكلمات، يقول كده كان في مرة من المرات، أب عايز يعلم ابنه، إنه ما يقولش كلام سلبي كتير، فابنه كان دايما يقول كلام سلبي، وانتقد ودايما شايف الناس مش كويسة يعني، فقال له هات شوية ريش، من ريش الطيور ده، وهاتهم متعال، قال له أنفخ الريش ده في الهواء، نفخه، فنشتار وتطاير في كل حتة، قال له أعايز أعلمك حاجة مهمة بقى، روح جمع الريش إن أنت طيارته ده كله، وهي تجاهد وتعب، وجاهد وتعب، وفي الآخر ما عرفش يجمع الريش ده، قال له خد بالك من كلماتك، هي مثل الريش ده، لو تلعت منك، مش تعرف ترجحها تاني، فالكلمات التشجيع، أنا بقول كلمات تشجيع وتسند وتشجع وتقدم، ولا بقول كلمات سلبية، بتحبت الناس اللي قدامي، وبتخلي عزمتهم تقل، وبتخليهم إن هما، صح، قد تقتلهم، عندك حق يوون، قد تقتلهم، قد تقتلهم، أدبين الفعل ومعنوين، وهل الكلمة اللي بقولها دي، بتأثر على الشخص بس، ولا على المحيط بتاع الشخص؟ هل أنا لو قلت، لو حد قال لي كلمة سلبية وروحت البيت، مش هأثر على الأسرة بتاعتي؟ مش هأثر ده على وقفة الصلاة بتاعتي؟ مش هتأثر مثلا على شغلي بعد كده؟ هتأثر، خلي بالك إن الكلمات هي الشيء الوحيدة الذي يبقى إلى الأبد، فنخلي بالنا نخلي كلماتنا مشجعة، ومحفزة عشان الناس تستمر، وتتقدم في الطريق التغيير بتاعي، ولية الأول كمان، خدوا بالك وزي ما بحب الناس تشجعني، يجب أن يكون شخص مشجع كمان، شجع الناس وحفزه من هما يبقوا أفضل في طريق التغيير بتاعك، يقول كده كمان، ابدأ بكلمة رقيقة، ودعها تمضي في مسيرتها، إنك لا تستطيع أن تعرف أين يمكن للخير الذي تتسبب فيه أن يتوقف، وللكلمة الحلوة سيبها تستمر، هقول كلمة شجعها الواحد، وشخص تاني هتشجع شخص آخر، وتفضل الكلمة ماشية مستمرة، ربنا بيدي سمرها للناس كلها، بس تكون كلماتنا طبعا مشجعة ومحفزة، وبنقة، يقول كده إن التحفيز هي كلمة يونانية تعني ليتحرك أو يحرك، التحفيز هي كلمة جاية من كلمة يونانية في الأصل بتاعها معناها يحرك، وطبعا أنا محتاج عشان أتقدم في راحة التغيير، أنا حد إيه؟ يا حراك، أنا حد يزقيني بالضبط كده، فالتغيير ده محتاج إن أنا أتشجع. عندنا نوعين من التحفيز، نوع خارجي، طبعا من الحوافز والكلمات المشجعة والمكافئات اللي بتجينا، أو من النجاحات اللي بنحققها في حياتنا، ونوع داخلي اللي هو التحفيز إن أنا الشخص لي بقى، بوضع الأهداف، إن أنا بقى عندي خطوات ورؤة في حياتي، إن أنا بقى شخص عايز أبقى شخص ناجح، عايز أبقى شخص في الآخر يبقى لي مكان في السماء، فده كل ده بيشجعني إن أنا أوصل وإن أنا أستمر، من ضمن الحاجات برضو إن إحنا بنحتاجها اسمها المساعدة، المساعدة، وبقصد بمساعدة الأشخاص الأوفياء اللي بيقفوا جنبنا، هل أنا في راحي التغييري بركز على أنه أشخاص في حياتي، وهل الأشخاص الدعمة والأوفياء دولت ليهم شروط معينة، أو ليهم كده صفات معينة، أو طبعا ليهم شوية صفات، نحن الأول ليه مش بنطلب المساعدة من الناس، هل المساعدة مهمة في التغيرنا؟ طبعا، ليش حد بيتغير لوحده، الإنسان مش عايش لوحده، عايش بقصد الناس، فدايما أنا محتاج الآخر، والآخر محتاجني وإحنا بنكمل بعض، يقولوا كده حتى ما بيجوا يتكلموا على العمل الجماعي، يقولوا إن كوة السلسلة في أضعف حلقة فيها، لو أضعف حلقة دي أنا مش مهتم بيها، السلسلة كلها تتفرق أو تتخلع مني أو تتفرط مني على الأرض، فكوة السلسلة في أضعف حلقة فيها، فأنا محتاج ممن محتاج مساعدة، ومحتاج مساندة من الآخرين، ليه بقى؟ اللي مش بيخليني أطلب المساعدة من الناس، إدعاء الكمال وعدم الشعور بالنقص والإحتياج للمساعدة، أنا مش محتاج إن أنا عايز حد، أنا شخص كويس بالظبط، كان أنا شخص كويس يمونة، ومش محتاج لحد وحد يساعدني، أنا كده زي الفل يعني مش محتاج للناس، فده إدعاء الكمال، أو الساعي، فيه ناس يقولوا الساعينة نحو الكمال، يبقوا مش عايز حد يساعدني، أنا أعرف أعملها الواحدي، لا، سيبوني، كلام ده كله، في الآخر، بتبقى الحاجة محتاجة برضو حد يسندني، 2. الاعتقاد بأن ما أطلبه يسبب حرجا للآخرين، يقول لك لا أنا لو رحت وقلت له مساعدوني، هيحرجوني، هل انت جربت تعمل كده مع الناس؟ هل لو رحت لشخص ومساعدكش، يبقى كل الناس مش هتساعدك؟ هل انت جربت مع الناس الآخرين، ولا شخص واحد خليك تحكم على باقي الناس؟ لا، قد قد مطلب المساعدة من الناس، وشوف صداها بعد كده. 3. الخوف من رفض الآخرين لمساعدة، هم مش هتساعدوني، بيساعدوش حد، بيحبوش يشتركوا في عمل مع حد، أصلا هم بيحبوا ان هم يبقوا ايه؟ هم بس الأحسن ولا الأوحش، من جاب هذا الفكر في العقل؟ يعني تحدي كبير بيقابلنا في طرق تخييرنا، في المستويات حياتنا كلها، ان احنا بيبقى عندنا أفكار مغلوطة عن الناس، أو حدث معين حصل معايا، بحكم به على الأشخاص اللي حوالي، وده قالولي، قالولي صح، قالولي صح، وقلنا، قالولي صح، نبوني عندك حق، فالفكرة طبعا، دي فكرة خاطئة من الأفكار ومعتقدات التفكير الخاطئ، ودي كمان لها مجال كتير جدا في الأبحاث، يعني، يقولوا ان انت في التجربة اللي حصلت مع شخص، ليس من الضروري تحصل مع كل الأشخاص، انت حصلت مثلا، دخلت في مشروع وفشل منك، عشان ما كان الأشخاص اللي هما بيساعدوك، ليس كفاءة يعني معينة في الحاجة المعينة، انت ما عندكش خبرة معينة في المجال ده، روحت مجال تاني يازم تسأل، اسأل وتعلم واستشير، وما تخافش الناس تحرجك، ولو سألته شخص معين أحراجك يعني، اسأل تاني وتالت لحد ما تتعلم، ما فيش حاجة بتيجي ببلاش، يعني الحياة لا تهدي الإنجازات مجانا للأشخاص، انت عايز حاجة تسحى لها، لازم تدفع تمانها، ويمكن احنا الناس اللي ما تتحملش مسؤولية، مش عايز تدفع تمان، مش عايز تتقلم، مش عايز تتوجع، مش عايز أصرف، مش عايز أتكلف جهد، ومش عايز أتكلف فكر، لا، أنا عايز الحاجة تجيلي، وانا ما بتعبش، وطبعا الحياة لا تهب شيئا مجانا، فالحياة لازم ايه؟ بتدفع كل حاجة أنت عايز، نمرا أربعة، تحاشينا الشعور بالضعف وكلة الحياة، يقول لك لا، أصلهم لو طلبت منهم مساعدة، هيحس أن أنا قليل، وكل اللي بيطلب مساعدة هو شخص قليل، هو كل اللي بيطلب مساعدة، وشخص ما عندهش معرفة، مين قال كده؟ ومين قال أن أنا مطلب المساعدة، مش يمكن المعرفة بتاعتي تسكل أكتر، أعرف أكتر من الأشخاص دي، يقولوا كده حتى كان بيكونوا مقولة عن الكتب، أنه مقرأ كتاب، أنا بتواصل مع القارئ، في الكلمات بتاعة الكتاب، باخد خبرة القارئ، في الحاجات اللي هو حطها في الكتاب بتاعه، ده كتاب، ده ورق أنا مسكه بإيدي، تخيل أن شخص قدامي بخبراته، وحياته اللي عاشها، والتجارب اللي مر بيها في حياته، هل هيحسسك أن أنت قليل؟ يعني هل المحتقت ده صحيح عندك؟ وهل أنت عارف كل حاجة في الحياة؟ مش محتاج تعرف وتسأل الناس، وحد يساعدك؟ إحنا موصلناش لسه أن نعرف كل حاجة في الحياة، بالعكس، إحنا محتاجين الناس، محتاجين مساعدة الناس، وإحنا أبداً مش قليلين في عين حد، لأن نظرتنا مش بيخدها منين؟ من عيون الناس، وهو دي مهمة جداً في طريق طريقنا، تحيش الشعور بالضعف وكلة الحيرة، بعد كده اعتبار أن طلب المساعدة نوع من الشكوى والتزمر، يقول لك لا، أصلاً أنا طلبت من الناس تساعدني، هو كده بيوصلهم رسالة أن أنا بشتيك كتير، وبتزمر على العمل اللي أنا بعمله، ده تفكير طبعاً خاطئ جداً جداً جداً، اطلب المساعدة، وبلاش نفترض افتراضات خاطئة وأفكار مغلوطة عن المساعدة وعن الناس، بادر، واطلب المساعدة، وهتلاقي الناس بيتساعدك، القيام بكل المهام كنوع من الإصرار، يقول لك بقى لا، أصلاً لو طلبت المساعدة، يقول لك مش أقدر المسؤولات، أنا هعمل كل الحاجات لوحدي، وأنا هقدر على كل الحاجات أعملها لوحدي، أنا مثلاً، هقول لكم مثلاً بسيط، لو عندي مثلاً مؤتمر، أو عندي حاجة، بجهزها، وطلب مني حد من المسؤولين في الخدمة، أنا أجهز قاعة، هل أنا عندي المقدرة والمعرفة، أنني هتب الكراسي، وهتب السيستم الصوت، وهعمل الإضاءة، وهطلب بقى حاجات تانية تجيلي، وأنا عندي، وكلام ده كله، هل ده كل ده هعمله لوحدي، ولا محتاج حد يساعدني؟ لا طبعاً، أياً كان قدراتي، وأياً كان إمكانياتي، أنا محتاج المساعدة من الناس، والأشخاص اللي حواليا، طب، أي صفات الناس، الأوفياء، أو الناس اللي أطلب منهم مساعدة؟ النوع الأول، الأشخاص الذين يحاولون تطوير حياتهم، لو شايف ناس، عايز أتعلم منهم، بيتطوروا حياتهم إزاي، بيتجددوا إزاي، بيناموا شخصياتهم إزاي، بيتعلموا مهارات، بياخدوا كورسات، بيجروا وراء المعرفة، فالأشخاص دي أجري طبعاً، وطلبوا المساعدة، لأنهم أكيد هيفدوني، نمرة الثانية، الأشخاص الذين يوازنون ما بين التشجيع والمواجهة، نحن لما نقول التشجيع والمساعدة، مش معنى كده أن الشخص يشجعني، ويشوف أخطائي ويمررها، لا، الشخص اللي بشجعك، ويشوف أخطأ ليك، ويمرره، ده شخص مش صادق معاك، الأشخاص اللي بتشجعني، بتشوف الغلط، قد فيه حاجة أنا عملتها، لو سمحت فلاني الحجالية، ممكن ترجع بالملامة عليك، فبلاش الحتة الفلانية، لا، أنت في المواقف الفلاني، قلت كلمة زعالة الشخص ده، لو أنت أخدتش بالك، فلازم الشخص اللي بشجعني، زي ما بشجعني، بيعمل إيه؟ بيوجهني إن أنا صلح من نفسي، وحسن من نفسي، أي شخص روحت له، قاعد يشجع من غير ما يقول لي، أو يشاور لي على الأخطاء اللي فيه، كشخص، كان إنسان طبيعي غير كامل أنا، مثلا، فلاقي بقى شخص مش بيشجع، بالعكس ده بإيه؟ بيغدعني، مش بيشجعني، نمرة ثلاثة، بتجي هلمين تاني، الأشخاص الذين يفهمون معنى المساعدة والعطاء، ومعنى الحرية والحدود، المساعدة والعطاء، الشخص يقول لك، لا أنا نجحت فإيه؟ أساعد الناس تنجح زي، أنا مثلا، وصلت بقى أخلي الناس توصل زي، فدي الناس معطاءة، وعندنا كثير جدا، حوالينا ربنا، يعني بيدينا النعمة دي، إنها مخلي حوالينا ناس كثير جدا، معطاءة، وبتشجع، أو بتحفز إنها تساند يعني، ويقول لك كده، فهمين معنى الحرية والحدود، يقول لك، لا يا فلان، أنت آه حر، بس خد بالك، في الحتة دي تخطيت شوية حدودك، أصلا، أنت مثلا، تعديت على فلان ده، على شخص، أو على قيمة الشخص الفلاني، فلا منفعش يحصل كده، لا، التزم بحدود معينة مع الأشخاص، عشان تحمي راقتك بهم، لا يمكن، ما ينفعش إننا نتجاوز الحدود ديت، ويقول لك، بمعنى الحرية، أو تحت شعار إن أنا حر، لا، أنت حر آه، بس في حدود معينة، تمام، إن أنا مأزيش الآخرين بحريتي، فده النوع الثالث للأشخاص، اللي هم، بطلوا منهم مساعدة، آخر مرحلة عندي، أو لوصل لها في الرحلة بتاعتنا، يقول لك، مرحلة الوصول، هل نصل إلى التغيير، أم، نحن لازمنا نتغير، يقول في رحلة التغيير، التي تبدأ، ولا تنتهي، يمكن الوصول إلى أهداف، وليس الوصول إلى النهاية، طول ما أنا عايش، بوصل لهدف، لكن لسه ما وصلتش للنهاية، وفي طريق رحلتي، للوصول، أنا اللي بتغير، مش الرحلة اللي بتنتهي، رحلة حياتنا، مازالت مستمرة، ربنا تدينا نعمة، وعمر لسه موجود في أيام في حياتنا، الأيام دي تغيرني، لكن إمت ساعة الوصول دي، ربنا، اللي حاطة الساعة عنده، محددة، بالنسبة لعمري، الحاجة في حياتي النجاحي، أنا لست مشايفه، لكن أنا وصلت الهدف معي، بوصلني للرحلة للنجاح اللي أنا عايز أوصله، فنبدأ، والرحلة لا تنتهي، التغيير لا ينتهي، ولكن نحن نوصل إلى أهداف، والهدف يوصلني الهدف بعدي، ولكن الرحلة تبقى باستمرار، ولا تنتهي، سأقول لحضرتك، ثلاث حاجات تركز عليهم في التغيير، أو رحلة تغييرك، عشان تلاحظ حتة الوصول والتغيير، هل لاحظت علاقتك بنفسك؟ علاقتك بنفسك، وانت بتطور نفسك، وتغير من نفسك، التغيير يحدث عندما نكون بوضع معرفناء، في حيز التنفيذ، يقول لك أنصل أنا، عشان أتغير، قريت كتب كتير، أخدت كورسات كتير جدا، ما خلتش الآخرين يستفادوا منها، يبقى أنت كده ما تعلمتش حاجة، أنت ما أثرتش في الآخرين، كان يعلمونا كده لما أخدنا في تدريبات يعني، إزاي ندي التدريبات، يقول لك أن أنت بتوصل لفايدة أكبر لما بتعلم غيرك، لكن طول ما أنت بتعرف، والمعرفة دي وصلت عندك وقفت، يبقى أنت كده ما فدتش حد، يبقى المعرفة، أنت وقفتها عندك، لا يقول لك لا، ما توقفش المعرفة عندك، خليها توصل للناس، عرف غيرك، ساعد غيرك، اشاور على الطريق لغيرك، نمرة أثنين، بسرعة كده، علاقتك بالآخرين، علاقتك بالآخرين دي هي التغيير اللي يحدث في العلاقات، يقولوا كده في التغيير اللي يحدث داخل العلاقة أهم بكتير من عددها، نهتم أن نحن يبقى عندنا على الفيسبوك أعداد كبير جدا، أثارنا في كام واحد، وتغيرنا وغيرنا في كام واحد، لازم السؤال ده مهم جدا لنا، نمرة آخر، نمرة ثلاثة، وانت بتحط أهداف، وانت بتحط الأهداف ديت، التغيير اللي حصل جواك، انت فيه تغيير حقيقي حصل، ولا انت بتحط هدف لمجرد انت وصلت لي وخلاص، اسأل نفسك سؤال مهم جدا، وفي الكتاب هتلاقوا طبعا أفكار تانية كتير جدا تساعدنا للتغيير بتاعنا، وآخر حاجة أختم بيها في الجزء ده، الاستمرارية، التغيير يعتمد على الاستمرار، إذا توقفت فلن تكتمل رحلتك، الرحلة تبدأ ولا تنتهي، فهسابكم مع الكتاب تقلوه أكتر، وتشوف الأفكار اللي فيها أكتر، باستفادة يعني، احنا أخدنا مكتطفات كده، وعناوين بتساعدنا لن احنا، أو تشوأنا الكتاب، أنا طبعا باشكر رابونا السنسوس للفرصة العظيمة، يعني الحلوة دي، والتشجيع طبعا من الأشخاص الأوفياء المشجعين، يعني جدا جدا، والصراحة اللي بيخلينا منوقفش المعرفة عندنا بالعكس، تنتقل لأشخاص آخرين، فأبو مشجع جدا، وأبونا السنسوس يعني، له لا، كان شخص أساسي في رحلة التغيير، اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، ومؤثر طبعا، فربنا يدي نعمة، والناس تيرانوس طبعا، تدي نعمة أكتر، وبركة، شكرا لك، شكرا حبيبنا الغالي، يا أخونا الحبيب أيمن مجدي، الطالب في مدرسة تيرانوس، وأنا بهنيك بالبحث، وبهنيك أن البحث تحول إلى كتاب، وبهنيك على البرامج اللي بقى أشوفك فيها، سواء على القنوات المسيحية أو على القنوات الدولة، ببقى فخور جدا بك، بفخور جدا بك لما بقى أشوفك على قنوات الدولة، وببقى فخور جدا لما بشوفك على القنوات الإبطية، في برامج عديدة جدا الحقيقة بشوفك بسمعك، ببقى فرحان جدا وبنبقى يعني براود أنه لدينا طاقات إيجابية وحلوة، ومنجزة في الكنيسة، وقادرة على أن هي تاخد أبعاد كبيرة في مسألة التغيير، الحقيقة يعني طبعا أنت خدم في مدرسة أحد، تحب كنستك، تخدم في كنستك، وقطعت أشوات كبيرة جدا في الدراسات التربوية، والدراسات بتاعة التنمية البشرية، ولكن أنا بأجد أنه أساس العلوم كلها مستقام من الثقافة الإنجلية، ومن الثقافة المسيحية، فعمر ما فيه تغيير يبقى من غير الثقة في ربنا، لأنه ربنا هو المغير، وهو المحول، وهو المحول، وهو المحرر، وهو الذي يعطي النجاح، إله السماء يعطي النجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني، وهو ربنا اللي قادر أنه بيحولنا من وإله، كمان من ضمن الأفكار الجميلة اللي قلتها، وده مبدأ مهم جدا في الحياة الروحية، اللي هو الإرادة المؤدسة، إزاي الواحد يرفض الخطيئة ويرفض الجهل، ويرفض الكسل، ويرفض الأعمال الشريرة، والأعمال الميتة، وينهض من الكسل، والغضب، والحقد، والفشل، تدريجيا، لأن احنا ما عندناش الخلاص في لحظة، ومسألة التشكيل بتاع الإنسان الجواني، أو الإنسان الباطني، ديت رحلة كبيرة جدا تحتاج إلى صلاة، وإلى خبرة روحية، وإلى تلمزة، وإلى إرشاد روحي، لأن الذين بلا مرشد روحي يسقطون كأوراق الخريف، كمان عجبني جدا جدا أن حضرتك ربطت في بحثك، بينما سألت التغيير، وقلت إن الفرصة اللي هي بتاعت رسالة كورونا، إن في رسالة خاصة لكل واحد ربنا بيبعتها له، وفي رسالة عامة للبشرية، وده عمره ما هيتم إلا لما الواحد يبدأ بنفسه، أبدأ بنفسي، ومبدأ محاسبة النفس اللي هو في بداية رحلة التوبة والتغيير، وكمان أبقى حاسس بأمتي في المسيح، يعني لا نزدري بأنفسنا لأن إحنا غاليين على قلب ربنا، وقارنينا الروحيات بالروحيات، كمان حسيت بحق جميلة جدا أن التكامل في الإنسان المسيحي، وأن الروح القدس لا يسكن إلا في نفسية مستريحة، الأسف الشديد، الإسقطات النفسية، والخناءات، والخلافات، كلها معظمها ناتج عن قلة المحبة، وعن قلة التزامنا بقانوننا الروحي، وأن إحنا مش عايشين قيمتنا في المسيح، في منهج عند بعض الأباء استقوه من الفلاسفة، هو مكوّن من أربعة أعرف، اعرف، واحد اعرف نفسك، قد إيه ضعيفة ومسكينة وغلبانة، لأن الذي يعرف نفسه أفضل من الذي يبصل الملائكة، والذي يعرف نفسه أفضل من الذي يقيم الأموات، فاعرف نفسك، اتنين اعرف إلهك، قد إيه غني وقادر، تلاتة اعرف زمانك الظروف المحيطة بك، والعصارات والأتعاب والثقافات السائدة، أربعة أخيرا أعرف عدوك، اللي هو عدو الخير، فدي حاجة مهمة جدا في تغيير الإنسان، تجمعي فيا يا كل حواسي، وكمان عجبني جدا، وده أحد الأمراض الخطيرة جدا في الحياة الروحية، إن الواحد كن نفسك، كن أنت نفسك، وحش جدا 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 في الحياة الروحية، تقمص الأشخاص، ووحش جدا جدا في الحياة الروحية، عبادة الأشخاص، أو الصنمية، أو التبعية لأشخاص بعينها، أنا لست لبوليس ولست لأبوليس، ولكن أنا للمسيح إلهنا، عشان كده يعني مهمة جدا رسالتنا في تغيير، إن إحنا نتجمع، ونحب بعض، ونقبل بعض، ونساند بعض، ونعدد بعض، ونصلي من أجل بعض، ونرحم بعض، الواحد يبعد عن الصنمية، ويبعد عن، وناظرينا إلى رئيس الإيمان ومكمله، الرب يسوع، هو قانوننا، وهو أولنا، وآخرنا، ووسطنا، ونهايتنا، وهو القانون بتاع حياتنا، ونقتفي آثار الغنب، مهم جدا في التغيير إن أنا أبدأ بنفسي، الإسقاطات، وإن أنا شايف إنه فلان وعلان، أنا أبدأ بنفسي، أبدأ بالملامة بنفسك، والإدسين قالوا ما تسيبش ميتك، وتروح تندم على ميت غيرك، بلاش دينونة، وبلاش تقييم للناس، وبلاش أحكام مسبقة، لأنه كمان في مبدأ مهم جدا في الحياة الروحية، أن العبرة في المسيحية ليست بالبدايات، ولكن العبرة في المسيحية بالنهايات، فأمر خطير جدا الأحكام المسبقة، والشتم، والدينونة، والتقييمات، والتحذبات، والشلل، ده دي طاقة سلبية خطيرة جدا جدا، بتقول كمان أن التعب في رحلة التغيير، بينقال أحد الأمثلة المهمة جدا، بيقولوا كده، ألم العلم ساعة، وألم الجهل إلى قيام الساعة، يعني ألم العلم، الواحد بيتعب ويبزل ويعرق، رحلة من العمر، بتستمر مستمرة، لكن ألم الجهل ده إلى قيام الساعة، فخطير جدا أن الواحد يبدأ ويرجع، يتردد، من وضع يده على المحراس لينظر الوراء، وفضيلة الصبر مهم جدا في التغيير، وبالمناسبة إن فيه كتير من الأباء كتبوا كتب مخصوصة عن الصبر، تيرتليان كتب عن الصبر، قديس كبريانوس أسقف كرتجانة كتب عن الصبر، فدي حاجة مهمة جدا، ما تخليش الشيطان يسرق سلامنا ويسرق فرحنا، ويسرق هدفنا، ويسرق مسيرة حياتنا، كمان التغيير أن لا نشاكل أبناء هذا الدهر، ليس كل ما نراه نعمل زيه، ونقلده، كلام الناس، أكل الناس، شرب الناس، لبس الناس، زي الناس، تحركات الناس، إسقاطات الناس، ده يعني لا تشاكلوا أبناء هذا الدهر، أيضا في رحلة التغيير نحتاج إلى مرشد، من الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الخريف، وشجعوا، هنقول نشجع كل النفوس، صغار النفوس وكبار النفوس، لأن التشجيع محفز ومنمي جدا جدا جدا، والكلمة الطيبة تسمن العظام وتفرح النفس، يعني الحقيقة فيه إحنا دلوقتي المجتمع، بقى كل هدم وكل دينونة، تدخل على الفيسبوك، تلاقيه كل طاقة سلبية، وكل دينونة، وكل شات، وكل اتهامات، وكل غمز، وكل لمز، ياريتنا نفكر في رسالتنا، وياريتنا نفكر إزاي نغير للأفضل، وإزاي نبقى وضعين عينينا على المسيح، وحتى رسالتنا في الخدمة، مفيش خدمة أن احنا نصبر على الناس، ونحب الناس، ونتأنع على الناس، ونصلي من أجل الناس، ونساند الناس، لأنه، إيه هي الخدمة؟ الخدمة أنا مش مدرس، أنا مش بيع فكرة، أنا مش رايح الكنيسة عشان أتسيد على الأنصبة، لأننا كاهن، أو لأننا سلطة، أنا السلطة بتاعتي غسل الأرجل، والسلطة بتاعتي في المحبة، وفي الاحتضان، وفي المرافقة، ومساندة الناس، عايزين نقوم ونبني زي نحمي النبي، لأنه مثل فاخر في التغيير، ومثل فاخر في البناء، الحقيقة أنا بشكرك كتير، أنك بتاخد المبادرة للتغيير، بشجاعة، وبإقدام، وبإرادة مؤدسة، وبفرح أن بلاقيك في الإزاعات أو في القنوات، بتاعة الدولة، لأن هذه شهادة، ولأن هذا حضور مسيحي، ولأن هذا ملح، ولأن هذا نور، لأن المسيح قال لنا ودعانا، قال أنتم ملح الأرض، مش أنتم ملح الكنيسة، قال أنتم نور العالم، مش أنتم نور الكنيسة، وأبحاثك كنت تاخد المبادرة، وتطبع، عشان من أجل نقل الفكر، أنا بحييك، وأنتظر منك الكثير، لأن الله لا يسكن في المشتريحين، ولأن الرخاوة لا تمسك صيدا، وبشكر أبينا الحبيب، صاحب النيافة، أنبا هرمينة، اللي تفضل وراجع هذا الكتاب، أسقه في عام كنائس قطاع شرق، وسط الأسكندرية، والشكر موصول أيضا لأبينا الحبيب، نيفتل أنبا بفلي راعي المدرسة، على اهتمامه بأن يكون فيه في المدرسة، صف تاني وتالت ورابع من الباحثين، ننتقل من مقاعد المتفرجين والسميعة، ولكن نأخذ، وفيما نعلم نأخذ أيضا محلة المتعلمين، ربنا يكمل عمله ويتمجد، فرحان جدا بيك، شكرا على محبتك، وأتمنى أنك تقدم أبحاث كتير، ومش هنديك الشهادة بتاع التخرج من تيرانوس، أنا بقولك أولا، ستبقى معلقة هذا العام، إلى أن تنتهي من مجموعة أبحاث تكون قيمة، نفرح بيها، ونشبع بيها، ونتقدم إلى ما وقدام، يتمجد ربنا يسوع المسيح في وسط الكنيسة، له المجد في كنيسته الآن وكل أوان، وإلى ظهر الدور كلها آمين.